السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحكم بالخير والله مرضى عنكم جميعا في اليوم الجميل ده طبعا الجو هنا عندنا جميل جدا المزالة تدارك الحقارة أربعة أو خمسة زي ما انتم شايفين احنا نابسين البلاطي وعندي ده بس الجاكت وبعدين في كمان بلطه كمان بيلنبسه علشان جمال الربيع في بريطانيا العظمة اليوم نتكلم عن موضوع يعتبر مهم جدا ان كثير جدا من الشباب بيشتكوا دايما من فساد الحكومة يشتكوا دايما من فساد الحكومة يشتكوا دايما من فساد الإدارات إلى آخره إلى آخره عندهم حق ما عندهمش حق بس احنا علشان نشتكي من شيء لابد نعمل حيثيات ونحط مبادئ علشان نستطيع ان نغير هذا الفساد من أهم المبادئ التي نتكلم عنها دي في آية في القرآن الكريم في سورة العمران بتقول أعوذ بالله من الشتان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله ما ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ترجي الليلة في النهار وترجي النهار في الليلة وتخش الحي من الميت وتخش ملك من الحي فربنا سبحانه وتعالى وترجغ من تشاء بغير حساب فربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية دي ايه تقول لهم ما ملك الملك مين ملك الملك ربنا ربنا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء نجحت في الانتخابات بالسندوق لأن ربنا أراد لك أن تحكم صريتي في الانتخابات بالسندوق لأن ربنا أراد لك ألا تحكم جيت بانقلاب ربنا أرد لك أن تحكم بانقلاب جيت من غير انقلاب ربنا أرد لك أن تحكم أيضا وهكذا فالليه لأن أنت بتعمل في ملك الله والله ملك الملك تؤتي الملكة من تشاء حتى من تشاء ده ممكن يكون إنسان فاسد إنسان خاين إنسان جبان أو إنسان إيه لآخر ها وبعدين فيه كلمة جميلة كان قالها الشيخ الشعراوي كان ناخدها بردك كمبدأ قالها وكان دي قالها لأحد الرؤساء اللي هو الرئيس حسن مبارك قال له إيه قال له لا تأمر على الله لملك يعني أنت هتروح للملك وملك الملك تتأمر عليه في ملكه أبدا ولا كيد على الله لحكم ولن تكيد على الله لكي تحكم ربنا هيعتيك الملك وربنا هيعتيك الحكم لأن الحاكمية إنما هي لله سبحانه وتعالى وقال كده رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي فليعلم الجميع أنه لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله أوعى تفتكر إن أنت بتحكم في أرض الله وفي ملك الله وفي ملكوت الله وفي كون الله إلا بمراد الله سبحانه وتعالى كنت أنت صالح أو فاسد وقال كده كمان كيف نكفر بالأسباب والله هو مسبب الأسباب لأن الله هو مسبب الأسباب فإحنا بنبص الأسباب ونسيب مين الله سبحانه وتعالى وقال إن العلم لسا بكثرة الرواية ولكن العلم ده نور يقذفه الله في قلوب المؤمنين وشرط العلم ده إنه اتباع الله سبحانه وتعالى والفرار من الهوى دي قواعد ويقواعد أساسية في حاكمية المجتمعات إن الإنسان ما يتبعش الهوى بتاعه الإنسان يعلم إنه يكون صادق وعادل الإنسان يعلم إنه عايش في كون هو لا يملكه الإنسان يعلم إنه هو حيحكم في ملك الله ليس في ملكه هو الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء آية 59 أطيعوا الله وأطيعوا رسوله والأمر منكم يبقى أطاع المين لله سبحانه وتعالى أطاع المين للرسول صلى الله عليه وسلم وأقول الأمر منكم بشرط أن أقول الأمر هؤلاء يطيعوا الله ورسوله مش منفردة مش منفردة بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم قال ليه إنما الطاعف المعروف إذا كان ولي الأمر يأمر من المعروف وإنها عن المنكر أطيعوا ما بيعملش المعروف ما هيش عن المنكر ما أطعوش وديه في باعة سيدنا أباكرة دلانو هنا ما قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فأطعت لي عليكم دي ما قواعد أساسيات عندنا قانون عندنا أسس عندنا دستير عندنا كذا عندنا كذا عندنا نلتزم بيها لكي لننقصر القواعد اللي اتفق عليها الناس والقواعد التي أسس لها المصطفى صلى الله عليه وسلم واتضى بها لنا الله سبحانه وتعالى أبو داود في حد أحد أحده صلى الله عليه وسلم بيقول إيه السمع والطاع على المر المسلم فيما أحبه وكره خلاص ما لم يؤمر بمعصية أو يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع على طالع يعني لو كان عندنا مدير شركة فقد بيوظف ولاده أو أريبه أو أصحابه أو بيعمل نفسه مدنة زيادة أو أو إلى آخره دا إيه لابد إن إحنا نحاول نغيره بالطرق السلمية من هو الحاكم كل دي مقدمة علشان نعرف إليه بعض الأساسيات والقواعد فيه صلى الله عليه وسلم قال لك كلكم راعي وكلكم مسؤول عرياته الأب راعي في بيته مسؤول عن الأسرة الأم راعية في بيت زوجها وأولادها المدرس راعي في الفصل بتاعه في مدرسة الناظر راعي الأمير راعي الأستاذ راعي في الجامعة المدير في المصنع العامل على المكنة التاجر في مدجره وهكذا الظابط البوليس في المهمة بتاعته الظابط أو عسكري الجيش في المهمة بتاعته إلى آخر وكلكم مسؤولين عرياته وحده بمعنى إيه بمعنى أن أنت حتسأل لأنك مسؤول يبقى معناها إيه الحاكم هو مسؤول يسأل من حق الشعب اللي هو أعلى سلطة في الدولة الشعب أعلى سلطة في الدولة والمواطن هو أعلى أعلى درجة في الوطن أن يسأل المسؤول كان هذا المسؤول وزير كان هذا المسؤول أمير كان هذا المسؤول ملك كان هذا المسؤول رئيس كان هذا المسؤول وزيره كذا كذا إلى آخر لماذا؟ لأن هذا المسؤول أو هذه المسؤولة إذا كان ملكا كان أو رئيسا كان أو شاحب كان ما هو ما هي إلا أنهم خدم عند أبناء مجتمعتهم لأن الملك في المجتمع لله سبحانه وتعالى لأن نحن نحكم في ملك الله سبحانه وتعالى يبقى المسؤول يساءل والخادم اللي هنالك نتكلم عنه اللي هو مسؤول يخدم والمأمور يؤمر أنا مأمور فحأمرك كمواطن وأنا راعي أرعى حقوق المواطنة والمواطنين وأنا سهر كمسؤول على راحة مجتمعي وراحة العمال اللي يشتغلوا معايا وراحة الطلبة وراحة كل هؤلاء ده معنى وأساسيات معرفة مسؤولية المسؤول أو الحاكم في أي مجتمع وأننا إنما نعيش في ملك الله ولن نعطى حكما أو نعطى ولاية أو نعطى أمرا أو ملكا إلا بأمر الله وبحكم الله وبولاية الله لنا ده أساسيات بنتكلم إحنا عنها الحاكم هو زي ما لك كلمت في الأول في المقدمة هو الخادم الأمين هو خادم أو هي خادمة والمستأمن على مقدرات الوطن هو المسؤول الأول عن تنظيم وتفعيل وقدارة مقدرات الأمور في الدولة تفاقنا كده خلاص كيف أن أحقق القاعدة بتاعت تجعلوني حاكمها صلاحا لأن كل الشباب ده أتي هيجين ثورات يمين وإشماله وفوقه وطاحت طيب وبعدين إنما دول حيمشوا إنتوا هتعملوا إيه ها ففي هنا بعض الأشياء اللي احنا أخدناها من الثقافة العربية لن يصلحوا الرعي إلى بصلاحة الرعية ولن تصلحوا الرعية إلى بصلاحة الرعية يعني مشى معدلة مشى داخليا وخارجيا مع بعض وإحنا فاكرين قصة الضئب اللي أكل مع الغنم فعصر سيدنا عمر بن عبدالعز رضي الله عنه حينما استتبأ العدل وقعلة الحاكمية لله سبحانه وتعالى ولم يكن في الدولة الإسلامية في هذا الوقت فقيرا محتاجا حتى أنه نثر الحبوب على الجبال لكي تأكلها الطير والسباع في الوديان وفي الصحراوات إلى آخر دينه حق تحقيق قاعدة جعلوني حاكما صالحا كان في فيلم زمان اسمه جعلوني مجرما لكن أنا بقول جعلوني حاكما صالحا أو جعلوني خادما صالحا في مسئولية عشان أطلع عشان أأتي بهذا الحاكم الصالح أو هذه الحاكمة صالح مسئولية فردية علي أنا شخصيا ومسئولية مؤسسية على المؤسسات اللي احنا عملنا في الدولة لكي نحقق هذه القاعدة إيه المسئولية الفردية عليها أنا شخصيا أنا شخصيا لابد أن أصبح مواطن صالح زوجا صالح وزوجة صالحة وأبا صالح أبني أسرة صالحة لأن الأسرة هي أهم مؤسسة مجتمع تقيم العدل وتفرز النش الذي يصنع الأجيال فيما بعد الذي يحدثنا التغيير أنا شخصيا حينما حينما أنا شخصيا أؤمن بانتماء الوطني وحب لي ودفاع عنه لنبرا اتنين الآن نبدأ المسئولية الشخصية فعلا عليها الأول حينما أعلم تاريخ وطني في ناس كثير جدا في المنطقة العربية وكل المناطق ما يعرفوش التاريخ بتاعهم نهيك عن التاريخ القديم ما يعرفوش حتى التاريخ الحديث ونقف في تاريخ الموطن دي والأسوأ من كده مش عارفين مقدرات وطنة ثروات وطنة اللي بتسرق وتسرق وتنهب وتهدر إلى آخر مش عارف أنا يبقى حاجيب حاكم صالح إزاي حينما أقدم مصلحة الوطن على مصلحتي أنا شخصيا أنا أخش الحتة دي عشان أهلب أخذ الوزارة دي عشان أخذ لي قرشين أخذ لي حتة أرض وكذا لا ليمكن أن أكون في حاكم صالح وأنا بعمل هذه الأشياء هنا ما أحافظ على مين مشاعر أبناء وطني من أبناء الديانات والثقافات والعرقات الأخرى لأنهم إخواني في الوطن وإخواني في الحياة والشركاء في الوطن وكلنا متساون أمام الوطن وأمام الله كلنا على حسب ديني هنا ما أحرص على حماية جاري وأبناء مجتمعي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصانا بالجار حتى دنان كما سيدنا زبريل مقال حتى دنان أنه سيورد اثنين هنا ما أعرف تعليم ديني أي أعرف ديني إيه المشكلة وأستعمل هذه التعليم لحماية الوطن وليس لتفتيت الوطن والتقريب بين المداهب المختلفة والثقافات المختلفة داخل الوطن دي مسؤولة الشخصية هنا ما أحرص دايما أحرص على التعلم والقراءة والتثقيف وأول كلمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي اقرأ اقرأ معناها معرفة وعلم وثقافة ووعي ما يكون عندي أخلاق قريمة أخلاق قريمة وقيم قويمة أنا أتكلم نفسي بقى أتكلم نفسي الأمارة بالسوء أنا أعتقد أن أنا ملك وملاك وكلهم شيئتين لا أبدا أبدأ بنفسي لأن النفس دي أمره بالسوء حينما أقف ها حينما أصبح قادر أقدرش يقول نفسي مش معتمد دايما على غيري أنا أقدر أدير حياتي ودير حياة أولادي ودير ممتلكاتي إلى آخره وكون أمين عليها عندي القدرة حينما أقف مع الحق دائما ولو كان مرا وأقدر على المطالبة بالحقوق للآخرين الضعفاء هنما أدافع عن مظلوم ده معناها أننا في يوم من الأيام وأنا بعمل كده هيجيه الحاكم الصالح هنما أقنشي أبنائي على كذا على قول الحق اتزام بالحقوق وأداء معلم من واجبات مش علموا هل بيالا هل بيابت مش عارف إيه غشي في الامتعان عشان رح يخد الوقت لا ما ينفعش كل الأخلاقيات كل اللا أخلاقيات دي لن تنشي مجتمع قويم وسليم وتأتينا بالحاكم الصالح هنما أحب الحياة وده فرض يعين عليه نحن وأجعلها محببة لمن حولي من أبناء وطني وجيراني سأكرم من بني ديني أو من أبناء الديانات الأخرى دي مسؤولية الفردية بتاعتي أرجع أقولها مرة تانية لأننا لابد أن أكون مسؤولة أنا كمان مش أنا ربنا حينزل الملائكة يحكمونا لا أبدا مفيش عصر أنبيه دوقتي ودرس هنما أصبح مواطن صالح وأبني أسر صالحة حينما أنتمي للوطن وأعبه وأدفه عنه وأعرف تاريخه ومقدراته حينما أقدم مصطحة العامة المصطحة الخاصة حينما أحفظ على مشاعر أبناء الوطن من الديانات والثقافات الأخرى حينما أحرص على إحماية الجاري متعامل بشي فيها حينما أعلم تعليم تعليم ديني وأنفذها لمصطحة الوطن حينما أحصل على التعلم والقراءة والتثقيف حينما أصبح عندي أخلاق كريمة وقيم قويمة حينما نصبح قادرين على إقدار شؤون أنفسنا وحينما أقف مع الحق ولو كان مرا وأقدر عن متلوبة بحقوق وحقوق الآخرين حينما أدافع عن مظلوم حينما أنشي أبنائي على الخلق والقيم القويمة وحينما أحب الحياة واجعلها محببة الآخرين ديني المسؤولية لإيه الشخصية قبل ما أنا أتحدث هل أنا هذا الرجل اللي فيه هذه الأربعة عشر خاصية أم لا هل أنا هذه المرأة هل أنا هذه الفتاة أو هذه الفتاة قبل أن قد يكون أعيش في بيت معمول من زجاج لكن بقى أعبار من الناس بالحجارة الجزء الثاني المسؤولية هي مسؤولية مؤسسية نحن نفوت بردك إحنا مسؤولين عنها هل إحنا عندما نبني قطاع مجتمع مدني قوي ومؤسسات مجتمع مدني قوية ها مستقلة تستطيع أنها تراقب أداء الحكومة تستطيع أنها تراقب أداء القطاع الخاص وتستطيع أنها تراقب أداء المفسدين وتظهر فسادهم حينما يكون لنا مؤسسات دولة مستقلة عن الإدارة التنفيذية للحكومة مش الحكومة تدخل في كل شيء أبدا ده يكون جزء كبير جدا من الفساد حينما يسبح لنا مجالس نيابية مستقلة مستقلة ومحبة للوطن حينما تسبح لنا مؤسسات الشرعية مستقلة مؤسسات الشرعية مجالس النيابية القضاء والأمن والجيش تصبح مؤسسات مستقلة عن الحكومات وعن الرئاساء وعن الرؤساء وعن الأمراء وعن الملوك لأنها بتدفع أو بتدفع عن الشعب الشعب اللي هو معينهم وبيدفع لهؤلاء الناس أموال من الضراب بتاعتها علشان يأخذ الملتبات بتاعتهم فما المالك فما المالك والرئيس والوزير والشيخ والأمير إلا خدما لهذا الشعب والمواطن هو أعلى سلطة في الدولة أو في الوطن هنما يصبح هنا مؤسسات مدنية قوية تدافع عن حقوق المدنيين هنما نصبح قادرين على المحافظة على إرساء قواعد الديمقراطية تداول السلطة بين الأبناء من المدنيين هنما تصبح الدولة مؤسساتها مدنية يبقى الدولة مدنية الحاكم مدني مسيرة مدنية أما التخصصات الأخرى من أمن وعسكر فدول يحموا الدولة ولا يجيروا الدولة هنما أنتم مؤسسات الدينية بتاعتنا والإعلامية والفنية والدرامية والأدبية والفكريات أو مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية تستطيع أن تقول رأيها في أي شيء من خلال تمثلية أو دراما أو فيلم أو قطعة موسيقية أو أغنية أو نشيد إلى آخره هنما تزداد مساحة الحريات للأفراد والمؤسسات والأحزاب والنقابات وكافة تشكيلات مجتمعية المدنية هنما إحنا اقتصاد وطني قائم على إيه؟ قائم على كفاءة الفرد الموارد المحلية المتاحة مش إننا يستلف فلوس من بره السلف تلف والرد اخسارة درما تعلمنا زمان والذي يستلف يدمر الاقتصاد الوطني ويدمر مستقبل الأجيال فينا بعض قائم الاقتصاد على كفاءة الفرد الموارد المحلية المتاحة الانتماء الوطني ومبدأ تكافؤ الفرص هنما نستثمر في إيه؟ نستثمر في التعليم البحث العلمي بناء المؤسسات الفكرية منظومة التطوع الخدمات الاجتماعية الأرشافة وكتابة التاريخ التاريخ اللي عام مش عارفينه كل الناس مش عارفة تاريخها وإيه هو التاريخ الصح رفع الوعي لدى المواطنين تحديد معالم الشخصية الوطنية والمواطن المستقر من حزب الكنبة يعني تحديد معالم الشخصية الوطنية وإحنا كثير جدا من المواطنين بتوعنا مستقرين لو ممشين يمين وش مال هنما تصبح الدولة ومؤسستها دولة العدالة والقانون والحقوق هنما تتبع مؤسستنا مبادئ الشفافية والمحاسبة الحكام الرشيدة الشفافية والمحاسبة والمسائلة والتمكين المجتمعي والدول السلطات والمشاركة المجتمعية وذلك مبادئ الحكام الرشيدة شوف كل هذه الأشياء هي مسؤولية المؤسستات اللي احنا بنناها فيابدنا كمواطن أو أنا كفرد مسؤول عن بناء هذه المؤسستات قبل أن أسأل أو أسأل لماذا لم يكون عندي حاكم صالح هنما نستثمر فيه في قطاع الوقفي اللي أمم منذ ستين سنة وأصبح الأمة العربية والإسلامية ما فيش أوقاف مدنية كلها أوقاف تابعة الحكومة بل كل الأوقاف المدنية أخذتها الحكومات وسيطرت عليها وأفسدتها الحكومات أنا مسؤولي تستثمر في قطاع الوقف ويكون فيه من أهدافه الخدمات المدنية الاستثمارية الاستثمار الاقتصادي الدعم الحراك السياسي الدعم الفكري الدعم الأدبي الدعم الثقافي الدعم القيم الدعم التاريخي الدعم الفني إلى آخره إلى آخره تعليم كل أشياء ما يكون عندنا قطاع وقفي قوي يستطيع أن يجعل كل مؤسساتنا مستقلة حتى المتبردع نفسه يبقى نرجع نقول مرة تانية المسئولية المؤسسية اللي أنا ما اللي يبدأ اللي يبدأ أن أبني مؤسسات يكون عندي قطاع مدني قوي مؤسسات مجتمع مدني قوي ومستقلة مؤسسات دولة مستقلة عن الحكومة التنفيذية مؤسسات الشعياء مستقلة كل مؤسسات الدولة يكون مستقلة بما فيها أهم ثلاث مؤسسات أو أربع مؤسسات يكون مستقلين عن الدولة المؤسسة الأمنية المؤسسة العسكرية المؤسسة القضائية التشريعية والمؤسسات التشريعية والمؤسسات الإعلامية تماما تماما ليس لهم دخل بالسياسة على الإطلاق كل هذه الأشياء تجعل مني أنا كمواطن أن أنا مسؤول مسؤولية فردية ومسؤولية مجتمعية كلكم رعين وكلكم مسؤولين عن رعياتي يبقى نختم بقولنا أن إحنا في العصر اللي إحنا بنعيش فيه لابد نكون لنا رسالة عند الشباب لا للإحباط لا للانطواء لا للتطرف لا للفكر الرجعي لا للإرهاب نعم لبناء الكفاءات والقدرات نعم للتعليم والتعلم نعم للتثقيف والتثقف نعم لبناء مؤسسات مجتمع مدني قوية نعم للمطالبة بالحقوق نعم بأداء واجباتي تجاه وطني نعم لإعطاء كل ذي حقا حقا نعم لمسألة الحاكم والمسؤول سواء كان أستاذ في الجامعة أو كان مدير شركة أو مدير مصنع أو أمير أو غفير لأن كل هؤلاء ورؤساء كل هؤلاء موظفون خدما لدى الشعب نفسه والأرض دي من لدينا ملكها أن الملك لله وحده ما فيش حد يقول أنا أعطيتك من عندي عندك مين؟ لا الأرض أرضك؟ ولا السماء بسماءك؟ ولا الماء ماءك؟ ولا البترول ببترولك؟ ولا الغاز غازك؟ دي كلها مقدرات سبحان الله سبحانه وتعالى وضعها في الأرض كي يستطيع أن يستفيد بها كل كائن حي يعيش على ظهر هذه القطعة من الأرض سواء كان هذا من نفس العرق نفس الدين نفس الثقافة نفس القيم أو إنسان أو حيوان أو طير أو نبات كل هذه ملكيتها لله سبحانه وتعالى ولا يسلنا فيها منها شيء لذلك نرجع ونخلقص نعم لمعرفة أن المواطن هو سيد الدولة نعم لمعرفة أن المواطن هو أصل الدولة أصل الدولة وأصل الوطن نعم لمعرفة المواطن أنه هو أعلى قمة في الهرم المجتمع داخل الدولة وداخل المجتمع وداخل الوطن هذا إن أردنا أن نحصل على حقوقنا ونؤدي مسؤوليتنا أمام الوطن وأمام المؤسسات بتاعتنا وأمام الله سبحانه وتعالى وأنا أشكركم وجزاكم الله خيرا من قد أنه دي اللي هو السوشيال ميديا بتاعتي اللي عايز يكون معايا فيها هنيئا لو في اليوتيوب والإنستجرام والتويتر والفيسبوك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم أشوفكم إن شاء الله بعد أسبوع